اهلا بيكو متابعيننا في الجول معاكو علاء عبدالعال مدير فن الدخلية الاصبك ونادي امب الاصبك انا سعيد بوجودي معاكو لايف على الموقع في الجول وسعيد بتلقي الاسئلة بتاعتكو واللي هبدأ اجاوب عليها من خلال زميلنا في الجول احمد فوزي هيتابع الاسئلة اللي انتو باعدتوها يقول لي عليها من خلف الكاميرا وانا هبدأ اجاوب بيها اه 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 اول سؤال من محمود علام هنبدأ كده من تويتر فمحمود علام بيقول حابب اسأل للكابتن ليه معظم لعب دفاعي بحت وتقفيل خصوصا مع الفرق الكبيرة وليه اللعب المصري ما بيفوتش الا لو كان خسران وباقي ما بيفوقش غير لو كان خسران وباقي عشر دقايق على نهاية المباراة ده محمود علام اه طبعا برحب بك محمود وهجاوب علي سؤالك الكل بيقول او بيعتقد ان انا بلعب بطريقة دفاعية بحتة بس انا بحب ألفت النظر بس محمود ان هدف الدوري حسان بولو طلع من نادي الداخلية طلع مهاجمين على مستوى عالي امثال عمر مرعي ناصر منسي حسان حسان في اسموحة كل دول مهاجمين اعتقد لو كنت بلعب بطريقة دفاعية بحتة ما كانش الاسماء دي كلها ظهرت وهم على مستوى عالي المواجمين اللي موجودين في مصر حاليا الموسم المنتهي رغم هبوط الداخلية احرزنا اهداف اكتر من فرق كبيرة على سبيل المثال نادي الاسماعيلي يمكن احيانا بتحطم علي امكانات اللي يبقى عندي او امكانات الفريق اللي انا بلعب امامه زي الانديها الكبيرة ان لازم اقفل الجيم ما تدهمش فرصة ان هم يهجمونه او ان انا افتح لهم الملعب لان في الحالة دي اعتقد هتبقى امكانات اللعيبة بتاعتهم بتبقى على فهي بتبقى حسب ظروف المباراة ان تكون تقدر اقفل الجيم او افتح الجيم انما طبيعي جدا كرة القدم هي شك هجومي وشك دفاعي ومشكرك على السؤال واتمنى ان الاجابة تكون وسيتلك يا محمود استاذ وليد الحسيني بيقول ايه صحة اقترابك من تولي تدريب نادي الترسانة استاذ وليد انا انا وصال لهذا الخبر هنا ترسانة نادي عريك ونادي كبير بس انا ااخد مبدأ ان انا مش هدرب في القسم التاني هذا الموسم ويمكن اتعرض علي اكتر من فريق انما طبعا يعني اكيد هفكر قبل ما اخذ القرار واذا فرد ان انا هدرب نادي في القسم التاني فلازم عنده مقاومات النجاح والصعود نفس الموسم في الدور الممتاز وكون انا سبب معاه في الصعود انما لغاية دلوقتي ما فيش اي حاجة حقيقية خاصة بنادي الترسانة حلمي حلمي بيقول رد فعلك ايه على الفيديوهات الكوميدية المنتشرة لحديثك الغاضب الشهير اهلا بك حلمي طبعا انا فجأت والشعب المصري كله فجأ بهذه الفيديوهات هو اللي ااخد الفيديو وانا من المرات القليلة جدا اللي اتنرفست فيها كان بعد انتهاء مباراة المقاولين الموسم قبل الماضي وكنا خسرنا بفعل فعل من الحكم فكنت طالع السير جدا بعد المباراة استغلها احد الاشخاص بطريقة ظريفة وطريقة لذيذة ان بدأ يحط عليها عبارات او حوارات من خلال النرفزة انا قبلتها بشكل طبيعي جدا يمكن في بعض الفيديوهات انا يمكن بقعد اتفرج فيها مع اولادي وعندي اولاد كبار في الجامعة بنقعد نضحك عليها يعني وده امر طبيعي انا متقبله تماما يعني اهلاوي واللزمالكاوي واحسن مدرب في العالم مين وفريقك المفضل عالميا مين والدوري المفضل ايه هتمنى تجاب على كل اسئلة احمد صواح نبدأ واحدة واحدة احمد اهلا بك لا انا اهلاوي بطلبت في النادي الاهلي من مدرسة الكورة فالنادي الاهلي قطاعنا شعل كله لاي غيث الفري الاول بس ما اصادفش ان انا انا ألعب للفري الاول ان ما طبعا الاصل اهلاوي يعني احسن مدرب في العالم؟ لا احسنت مدرب في العالم انا ابقى تظبر يعنى بالنتايج طبعا انا هما شايف اني طبعا الجورديولا يخش طبعاً يورجين كلوب بشوف برضو أنشلوتي في نابولي عامل شغلي كويس قوي فأنا شاف إن هو بالترتيب كده يعني دول أفضل مدربين حالياً فريقك المفضل عالمياً؟ فريق المفضل عالمياً هو برشلونة في وجود ميسي يعني في وجود ميسي برشلونة فعدم وجود ميسي يبقى أعتقد هيبقى ليفربول تتوقع فريق مصري ياخد بطولة أفريقية سنادي ده أحمد زيكو أتمنى إن شاء الله البطولة أفريقية ما تخرجش عن الانديار المصرية سواء دوري الأبطال هيبقى ما بين الأهل والزمالك أو الكونفضلالية ما بين بيراميدز والمصري وأعتقد أن الأربع انديار دول هيمثلون خير تمثيل للوصول للنهاية كنت أتمنى طبعاً من نسبة لدوري الأبطال طبعاً نادي الأهلي يفوز محمود صلاح بيقول ليه رفعت تيشيرت الأهلي قدام جمهور الزمالك وأنت مدرب الدخلية أنا رفعت التيشيرت الأحمر اللي بيمثله فريق الدخلية هي صادفة أننا بعد إحراز هدف نادي الزمالك للفوز أنه زاد السباب والشتم من كل قليلة من الجمهور خلفنا فحبيت أننا أثبت أن فريق الدخلية كان ندك أو نادي الزمالك وبناء عليه أنا رفعت تيشيرت الأحمر وهي صادفة أنه هو اللون الأحمر وده اللون الأساسي لفريق الدخلية يمكن ده بعض الناس خدوه بسوق فهم إنما أنا طلعت توضحته بدليل أن لجنة المسابقات لم تعقبني على هذه الواقعة وأشاروا أن ده هو رفعت تيشيرت بتاع الفريق بتاعه أيهم تفضل أن يكون لقبك مورينيو الكرة المصرية أم دياوة سيميوني الكرة المصرية ده عمر زعزوح لا أعتقد ده سيميوني ده الأفضل وفعلاً يعني الكثير بيشبهوني بيمكن صادفة لطريقة اللعب المتشابهة سواء هو مع التدكو مدريد أو أنا مع نادي الداخلية لأنني فعلاً يعني دايقت فرق كبيرة كتير وقدرت أفوز بالطريقة دي على فرق كبيرة ابن رمضان السكتاني بيقول مين أكتر مدرم أو لعب في مصر دمه أخف من دمك لا مش يا بنا رقادي حتى يكون فاكر من أنا اللي بطلع أنا الحقيقي اللي بطلع في الفيديوهات لا ده أنا الفيديو ده متركب صوت عالية أنا كنت متنرفس جداً وسائر جداً بعد المباراة إنما هو بيتم تركيب إنما لو أنت بتحسبها من خلال الفيديوهات لا أعتقد طبعاً فيه كتير فيه محمد براكات مدير منتخب دمه خفيف جداً فيه لاعبين كتير يعني دمه خفيف محمد أنور بيقول كابتن علاء عبد العال لو مسكت فاني زي الزمالك تقدر تغير من طريقة اللاعب وتكون دفاعية واللعب على الهجمة المرتدة؟ لا ما أعتقدش إنما هاتم بالنواحة الدفاعية طبعاً لأي فريق يعني الفريق اللي مش هيدفع كويس حتى لو كان فريق كبير هيتلقى أهداف وبنشوف الفرقة كبيرة جداً لما بتهتمش بالنواحة الدفاعية بتتلقى هزاي ومتلقى أهداف في مرمع إنما طبعاً فريق كبير زي نادي الزمالك أو نادي الأهلي أعتقد إن هتبقى كورتنا هجومية إنما مع الاهتمام الكبير بالنواحة الدفاعية عشان ما نتفاجئش بأهداف دخلة في مرمعنا سؤال كمان أحمد إسماعيل بيقول مين أحسن لعب نربته؟ لا في كتير يعني أنا شايف إن في رجب بكار باكيمين محترم جداً ومن أفضل البكات رايت في مصر في عمر مرعي بشكل كويس أوي حسن باولو طبعاً أحمد تمساح في أسماء كتيرة عشان بس ما نساش إنما ناية الداخلية أو علاء عبد العال عمتاً يعني خرج الفتر الأخيرة أسماء بقليها شأنها في الدورة في مصر أشرف علي بيقول راجل جدع شكروه عبد المجد بيقول مين أحسن لعب في مصر حالياً؟ أنا شايف إن يعني مازال أحمد فتحي من المصريين طبعاً في المحترفين على جانب في رعيبة جيدة جداً أنا شايف أحمد فتحي بيؤدي بشكل كويس طريق حامد في الزمالك بيؤدي بشكل كويس حامد فتحي في النادي الأهلي بيؤدي بشكل كويس إسماعي زيادة بيقول شورة القيادة منتخب مصر أحق لمحمد صلاح أم لا أحمد فتح؟ لا طبعاً أنا مع الشارط القيادة تكون بالأقدمية لأحمد فتحي إذا كان أحد الأشخاص أو أحد المسؤولين عشان يراضي محمد صلاح أن يعرض عليه شارط الكابتن منتخب مصر أعتقد ده خطأ كبير جداً وأتمنى أن يجي الاعتذار والرفض من محمد صلاح نفسه هو شرف كبير طبعاً تمثيل منتخب مصر والشرف الأكبر أن يكون أنت كابتن أو قائد منتخب مصر إنما أنا شايف إن محمد صلاح أكبر من كده وهتجيله هتجيله إنما عشان ما يحصرش فتنة داخل المنتخب إن محمد صلاح يعتذر عن شارط الكابتن وتمشي زي ما هي بلا قدمية وأعتقد أن أحمد فتحي اللي أحق بيها في حالة وجوده في المنتخب محمد عبدالعزيز بيقول شفت فيديو الموظف ده الموظف تعبان قوي محمد يعني بس الأفضل منه أنا شايف الطالب يعني يعني أنا فجأت إنما أعتقد ده ممكن حال البعض واللي يركب الصوت والحوار أعتقد يعني بيقدمه بشكل كوميدي شوية إي تاني مخايل بيقول الزمالك بحتاج إيه كابتن عشان يواف على رجله مع العلم عنده مدرب كبير ولعيبة جامدا عايز إن المدرب الأول براحة بمخايل عايز إن المدرب يشتغل بفكره هو وفعلا مدرب قوي ومدرب عنده فنيات كبيرة جدا إنما أنا عايزي يشتغل زمالك يبقى قوي لو المدرب يشتغل بفكره هو فقط وهو أثبت شخصيته على اللعاب الفريق وأنا شايف إن الناد زمالك محتاج راس حربة قوي يعني لو في وجود راس حربة قوي أعتقد هيدي قوة أكبر لنادي الزمالك أحمد بشير بيقول عايزيني أعرف مين هو أمير عابد ده أحمد بشير أهلا بيك أمير عابد عارف إن هو اسم مشترك داخل الفيديو الشهير أمير لعب في نادي الداخلية وهو بيلعب بقريت وهو الآن بقريت نادي المقولين العرب يعني لعب على مستوى عالي جدا من الخلق والفنيات سؤال أخير محمد ليه محمد عالي بيقول هما كانوا عايزيني الغباط الداخلية ليه يا كابتن عايزيني الكوانيس لا والله لما تشعر بالظلم يا محمد وتشعر إن الحكام جاء عليك والحكم بيتعمد وإحنا كلكم عارفين إحنا بنبقى عارفين إن الحكم إذا كان بيتعمد أو على سبيل الخطأ فشعرت في هذا اللقاء إن هذا الحكم يمكن الحكم دي ما حكمش المباراة بتاعتنا بس على مستوى الدوري أو مباراة أخرى إنما حكم جاي عايز يخسر فريق الداخلية وده اللي أنا ستشعرته فيمكن كان دي النرفازة بتاعتي بعد المباراة عمر السيد بيقول حضرتك حد بختار عما كابتن والله أما أحمد كمان فبيقول هل توافق على حضرته بس مالك يوم ما؟ شرف كبير طبعا تدريبنا الزمالك إنما مش الوقت الحالي محمد بغاغو بيقول حضرتك تقبلت الفيديو بروح حلوة حضرتك حد مخترم جبا ويحيا أشيبة بيقول مين أحسن داعب في الدوري؟ إحنا جاوبنا على السؤال ده أحمد أشيبة إنما إمكان أنا قلت طريق حامد في الزمالك بقدم شكل كويس وأحمد فاتحي رغم كبر سنهم إنما ما زالوا عندهم مهطة ممدوح UWK بيقول من وجهة نظرك ليه ما فيش مهاجمين بجد حاليا في مصر وما تجملش يا كابتن حد عشان ما فيش فعل مهاجمين فإيه السبب؟ السبب إن كل أندية دلوقتي لما يجي يقول لك إحنا عايزين محترفين كل أندية بترجز إنها تجيب المحترفين مهاجمين رغم إن إحنا عندنا مهاجمين بشكل كويس لو خدوا فرصهم سواء مع أنديتهم أو في المنتخب ها يقدوا لازم يتواجد مهاجمين لعشان خدمة منتخب مصر سيد أسامة بيقول أنا أعدت فترة عقبال مفهمت ضربة الجزاء إزاي جادت في الديا 51 وبعدين الحاكم صفر طيب إسماعيز زيادة بيقول لو جالك مدرب مساعد لمنتخب مصر تكون مدرب مساعد الكابتن حسن شحادة؟ طبعا كابتن حسن اسم كبير طبعا يعني وأعتقد مدرب مساعد منتخب مصر يعني خدمة منتخب مصر في أي مكان أو أي موقع أعتقد شرف كبير لأي حد سؤال أخير محمود سعد كابتن علاء تفتكر هل تأجيل الدوري في مصلحة فرق الدوري؟ لا أنا مش مع التأجيل النهائي هو كان هيحصل تأجيل تأجيل إنما التأجيل المفاجئ ده لحدوث المشكلة ده طبعا مش مصالح فرق الدوري ممكن إحنا عنينا منه الموسم اللي فات الأندية اللي عبطت عدم انتظام المسابقة والتأجيل اللي صالح أندية بعينها على حساب أندية أخرى أعتقد ده أثر بشكل سلبي عليه نحن كنادي الداخلية والفرق اللي عبطت وده اللي استند ليه المسئلون في نادي الداخلية وبترجلتهم جون مستقبل لما قدموا الشكوى بتاعتهم وأخدوا حكم باستمرارهم في الدوري الممتاز إنما لم ينفذ فأعتقد إن من جمال المسابقة الدوري هي استمراريتها وعدم تأجيلها بدون داعي عبدالله أحمد بيقول لك أنت عظيم يا كابتن ومحمد الشبيني بيقول لك بيحبك يا كابتن بشكرهم جدا بشكرهم جدا بشكرهم جدا بشكره يا أحمد بشكر كل متابعي في الجول من خلال فاقرة الفيديو لايف لخلال في داخل المرتضون سبرة